بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهذه إلى يوم الدين إخوة الإيمان العالم على موعد مع مناسبة عالمية تذكر فيها المرأة وتذكر فيها كذلك حقوقها وكل ما يدور في فلك المرأة وتكون هذه المناسبة في اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام ونود الوقوف على هذا اليوم لأن ديننا الحنيف لا يريد أن يمر يوم من الأيام دون اغتنام ما فيهم الفراص وكلامنا في هذا اليوم يهدف إلى الحديث عن ما يدور من الاحتفال في هذا اليوم من مساوات بين الجنسين في كافة الحقوق وجعل المرأة شريكة للرجل في صنع القرار وفي الحقوق وتكافئ الفراص بحيث يحق لها أن تكون أعلى من الرجل في المناصب والأعمال قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكرنا ونثى بعضكم من بعد ففي ديننا ثلاثة مبادئ لها أصالتها وهي اغتنام الفراص اغتنام خمسا قبل خمس وطلب الحكمة وهي ضالة المؤمن أنه وجدها فهو أحق بها والذكرى أيها الإخوة تنفع المؤمنين وفي إطار هذه المبادئ ننتهز الفرصة للذكرى وكل وكل بحسب نيته إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى وهذا اليوم هو عطلة وطنية في العديد من البلدان وقد اعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام خمسة وسبعين تسعمائة وألف ميلادية ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخا ويقام عالميا خاصة بالنساء في جميع بلدان العالم هذا اليوم تكريما لإنجازات المرأة وتعزيزا لحقوقها وهذه الحقوق كثيرة ومتنوعة منها حقوق مالية واجتماعية وسياسية واقتصادية وتقافية وغيرها وكلها لها أهمية كبيرة ونظرا لما يطول الحديث عنها جميعها أقتصر على حق واحد وهو حقها في المجال التقافي لأنه هو الأساس لباقي الحقوق الأخرى وعنونت له بعنوان أهمية حق المرأة في التعليم لما يعود هذا الحق على المرأة في التعليم بالعديد من الفوائد على المرأة والمجتمع إذ تكمن أهميته فيما يات أولا رفع مستوى الوعي الصحي فالتعليم يساعد المرأة على رفع مستوى الوعي الصحي لديها فقد تبين أن حصول المرأة على التعليم الابتدائي والثانوي يساهم في الحد من معدل وفايات الرداء قبل إتمام عامهم الأول لقدرتهم على التعامل معه ومن جانب آخر أتاح التعليم للمرأة إمكانية العمل في المرافق الصحية لتقديم العديد من الخدمات الصحية لرعاية فئات المجتمع المختلفة ثانية التعليم يساهم في التقليل من حالات الزواج المبكر ربطت العديد من الدراسات بين مستوى تعليم المرأة ونسبة زواجها في سن المبكر وما يترتب على ذلك من آثار سلبية فقد أظهرت الدراسات أن حصول الإناث على التعليم الابتداء يقلل من نسبة زواجهن في سن المبكر بنسبة 14% كما أن حصولهن على التعليم الثانوي يقلل من نسبة الزواج المبكر بينهن إلى الثلوث ثالثا رفع مستوى المعيشة يعد التعليم داعما أساسيا لتحقيق الأهداف التي تطمح إليها المرأة خلال فترات حياتها حيث تبذل النساء جهدهن في التعليم حتى ينلن منصبا وظيفيا مرموقا يعود عليهن بالفوائد الجمة لتحسن مستوى معيشتهم فحسب منظمة اليونسكو يزداد راتب المرأة المتعلمة بنسبة 20% عن كل سنة دراسية كما تزاد فرص العمل المتاحة لها كما تلقت كلما تلقت تعليما أفضل إخوة الإيمان تعتبر أهمية تعليم الفتاة بكونها تتساوى مع أهمية تحقيق الأمن والعدالة في المجتمعات فالمرأة نصف المجتمع فإذا تم إهمال تعليمها وتطويرها فبالتأكيد ستنتشر الكثير من المساوئ في المجتمعات كما يمكن أن يعزز تعليم الفتيات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل ويعني هذا أن العديد من النساء المهنيات لديهن القدرة على إضافة المزيد من الإمكانات إلى النمو العالمي إخوة الإيمان اهتم الإسلام كثيرا بتعليم المرأة وتطقي فيها ولم يحرمها من تعلم كل ما ترغب فيه وتتطلع إليه من علوم الدين والدنيا وجعل الإسلام التعليم حقا راسخا لها لا يجوز لأحد سواء أكان والدها أو زوجها أن يحرمها منه أو حتى يضع المعوقات في طريقها ففي ظل الاهتداء بهدي الإسلام تعلمت المرأة المسلمة ونبغت وساهمت مساهمة فعالة في الحركة العلمية خاصة في عصر ازدهار الحضارة الإسلامية وبرزت أسماء نساء عالمات وفقيهات ومحدثات ومفتيات وأدبيات وشاعرات وأيضاً في مجالات الطب والصيدلة والعمل الخير والكتابة والدعوة والتعليم وبناء المدارس ودور العلم ووقف الكتب والمصاحف وغيرها لذلك من العار أن ترتفع نسبة الأمية بين النساء في عالمنا العربي والإسلام ومن العار كذلك أن يعتقد بعض الرجال أن المرأة خلقت لتحبس في بيت أسرتها حتى تتزوج وبعد الزواج تقتصر مهمتها على خدمة زوجها وتلبية رغباته وإنجاب الأطفال تعكف على تربيتهم في منزل الزوجية من دون أن تنال قصطاً من التعليم يساعدها على إحسان تربية أولادها والتوافق مع زوجها والمساعدة على خدمة وروقي وتنمية مجتمعها اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ألهمنا الدفاع عن حقوق الإنسان كفرد ذكراً كان أم أنثى صغيراً كان أم كبيراً مسلماً كان أم غير مسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر